شوف والله ده بجد أنغام دي يا أخي صوت غريب بقدر قوته بقدر حلوته في أصوات بتبقى قوية بس ما فيهاش حلاوة وفي أصوات قد يكون فيها شيء من الحلاوة لكنها لا تحمل الطلاوة باللغة العربية كده صوت قوي أداء مبدع بس ما بين قصين أقدر أقولك صوت يمتلق بالإيمان يعني إيه يمتلق بالإيمان؟ يعني مؤمنة باللي بتغني صح يا أنغام كل سنوة طيبة ورمضان كريم الأول وإنت بألف صحة وسلامة ومشاهدينك وكل الناس بألف صحة وسلامة يا رب يخليك يا رب أنا بقول صوت ممتلق بالإيمان مؤمنة بكل حرف في الغنوة صحيح والله صحيح جدا وبالمناسبة يعني عايزة من خلالك أهني كل الناس اللي قائمين على العمل الرائع ده فاتن أمل حربي بداية طبع من أستاذي والراجل اللي أنا بحترمه جدا الكاتب الكبير أستاذ إبراهيم عيسى الكاتب موضوع الحقيقة قوي جدا جريء جدا وأنا تعيدة جدا باللي بتفرج عليه وفرحانة بيه وحسن وهيغير شيء إن شاء الله وبهاني المخرج محمد العجل وملي كريم الجميلة رائعة على الأماء الحلوة قوي 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 المختلف جدا شريف سلامة اللي أنا كرهته من كل قلبي كل ستات مصر كرهة شريف سلامة لأنه أجادة دور إيجادة فائقة لا هنكره شريف طبعاً هنكره طبعاً مش شريف نفسه يا اسمه سيف أيوة ودغتت آه يعني طبقه بس للأسف فيه شبهه للأسف إنه فيه شبهه فيه كتير للأسف مع الأسف ده عمل حلو جميل وأنا شرفت الحقيقة أن أنا غنيت تتر مسلسل بالأهمية دي وأنا على فكرة يوسف أنا عايز أقولك أن أنا محزوزها شوية في موضوع تترات المسلسلات يعني ربنا ومديني نعمت أنه بيختروني في الأعمال الهامة من زمان من وقت العائلة وحديث صباح ومساء ومسلسل كبير زي فات الأعمال حربي يعني الحمد لله محزوزه أكيد والله أنا أشوف إنه إحنا اللي محزوزين بصراحة وبأمانة شديدة دون أي مجاملة لأنه بتبقى فرصة حلوة إنه إحنا مثلا نقعد نسمعك 30 يوم وربع عمض دي فرصة حلوة وأنا من المؤمنين دايما بإنه تتر المسلسل لما بيتغنى حلو بيدلنا انطباعات أحلى وأحلى يعني بيعايشنا في جو المسلسل المزبوط فإيه اللي أحلى من صوت أنغام نبدأ بمسلسل في رمضان يعني نلا ودكتور ماتحة العدل حقيقة كمان كاتب كلام رائع وقوي وحقيقي وفيه كده إلهام يعني ده اللي عجبني أنه ملهم جدا الحقيقة ترجمة نانسي قنقر